اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي براشد السلام عليكم وعشو الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ مرحبا براشد شيخي ذاك الله خير الحين أنا مثلا سجل الثانية بركعة الأولى وأقول للركعة الثانية لكن وأنا قايم جلست وذكرت أن أنا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية لازم أقول هل يلزم عليه تكبيرة ثانية والشيء الثاني لازم نسجل السجود السهوة وآخر شيء براشد يعني أنت الله يرضى عليك جلست تعتقد بأن هذه الثانية ثم قمت لا لا اللولة هي اللولة أنا سجد بالغلط كيف الضفل أنا يلس بالغلط يلس بالغلط يعني إيه لا يلس إيه أنت في الركعة الأولى جلست تعتقد بأنها الثانية وقعدت تشهد تشهد الأول بعدين انتبهت وقمت هذا هو المعنى ساعات بس إلس وعرف أن الركعة الثانية طيب أبشر براشد آي سوال نعم بعد ست ثلاثة أشهر شيخي بعد تفضل الشيخي الحين الإمام ضابط التطويل في الإمام يعني بعرف القراءة الإمام للمأمومين ساعات يعني المأمومين ما عرف يعني شي أقول لك يتنرهزون من الإمام وجيه مرة ساعات قدمه واحد مش أهل لأشياء ممكن لأنه يطول بسرعة يخلص الصلاة يعني بعرف شو لابط التطويل لإمام المأمومين طيب أبشر أبشر أبو راشد السؤال الثالث شيخي غروب الشمس من المشرق هل تكون قبل أو بعد خروج عيسى ويعجوج ومعجوج والسؤال خائف شعال أبو راشد آخر سؤال شيخي إذا طلعت الشمس من المغرب من المشرق أفوال هل أنك كون الأعمال ما زالت جاري والعبادة لا جاري والحسنات لا قصدك من المغرب ألا من المشرق من المشرق ومئنة تشرق علينا الشمس من المشرق لا عليه قياد مستاء نقصد قصدك إذا طلعت الشمس من المغرب حلس يعني يقف الباب التوبة هذا سؤالك بس الأعمال ما زالت جاري الحسنات التي سؤال شعال أبش أبو راشد مرحبا مرحبا تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام الشيخ كيف حالك طب حالك علي الشيخ عندي بعض أسئلة تفضل السؤال الأول ما هي أذكار النوم يعني التي تقال قبل النوم بالنسبة لقرأة صوت الملك ما حكمها ومتى وقرأتها بالمساء العصر أو عند النوم سؤال الثالث الثاني عفوا بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في الصلاة أنا يكون موضع اليدين هو على الكتف أو على الابنين أو على الصدر لأنه يرى بعض الناس يرفع يديه للتكبير يضع على الصدر ما الحكم وكيف تكون الأصابة عند الرفع اليدين ويضا موضع الأصابة في السجود والركوع شان وبالنسبة وضع اليدين اليد اليمنى على اليسرع في الصلاة ها هو على بحر الكف في البحر اليد أو على المرسل أو على الضرع إن شاء الله سؤال الثالث أنجي الشيخ يسوات أريدك أن تشرح لي حديث يبعث المرء أو كل عبده على ما مات عليه يبعث المؤينة أبشري علي مشكور مرحبا مرحبا خالد السلام عليكم عليكم السلام سبحارك يا شيخ مرحبا خالد سأل أول ما هو الفقر الكاذب والفقر الصادق وما الفرق بينهما إن شاء الله سؤال الثاني هل توجد أدعية لكل عضو من أعضاء الجسم أثناء الوضوء للصلاة إن شاء الله سؤال الثالث ما رأيك في كتاب الحسن والحسين الخاص بالأدعية الحسن والحسين الحسن والحسين الصاد ها الحسن والحسين قصدك أيوة ها أيوة خالد الحسن والحسين مش الحسن والحسين لأنني ما عرفت أنطقة إيه أنت خدت على وزن الحسن والحسين وجدت معك يلا الحسن والحسين طيب أبشر سؤال الرابع يا شيخ أنا مرحبا سألتك السؤال ما جاوبتني عليه خير وش هو السؤال هل يوجد محرم مؤقت محرم مؤقت ايه والله فعلا تذكرتها الآن يمكن نسيت الله أعلم ما جاوبتك عليها من فترة هذا ايه فعلا السؤال هذا يعني غريب شوي ولذلك ما أدى يلا أبشر إن شاءت أسمع اليوم بإذن الله مشكور يا شيخ مرحبا يا خالد أبو خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يبا الحال للشيخ مرحبا يا أبو خالد اه تفضل طلب تفضل تفضل السؤال الأول أدركت أدركت الإيمان في التشكد الأخير ايه عندما أجلس عني هل أقرأت شهد ولا بس أجلس وأنفر ان شاء الله التشكد الأخير ان شاء الله على السؤال الأول ايوه السؤال الثاني عندما مثلا أذهب إلى المسجد بمحاضرة أو شيء غير وقت فلا يعني هل أتوبأ ولا لا عاب يعني أبو شريب وخالد السؤال الثالث هل يجب أن أصلي خلف الإمام خلف الإمام وأنا جالس كيف كيف الإمام أصلي يعني الجماعة أيوة طوات الجماعة أيوة لكن أصلي جالس ماذا أنت صلي جالس ها أنت تصلي جالس أنت اللي تصلي جالس أو للإمام لا لي أنا مثلا أنا المأموم أي المأموم طيب تصلي جالس ليش يعني ما تستطيع القيام تعالي بذن تعورني رجلي أو شيء عنه ها يعني لسبب ها لسبب يعني يكيد طيب أبو خالد حياك حياك شيء مرحب أخوي مرحب أم عارف أم عارف أيوة تفضلي يلا تفضلي أنت على هوا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام كيفك شيخنا مرحب أختي هلا وسهلا الله يسعد أو آتك آمين وإياك من وين أم عارف أنا من الشارق أهون أي تفضلي أختي لا لا أنا مو من هون أنا من سوريا بس أنا قاعد هنا أنا ساكنة في الشارق طيب أهلا وسهلا أختي تفضلي أهلا فيك شيخنا بيسألك سؤال بالنسبة لأرض لجامع أي أرض زوجي سجلها تبرع فيها لجامع عرفت علي أي عرفت تفضلي هي من 15 سنة تقريبا أيوة ونحن صار ببلدنا يعني حاربوا ضربوا وتحجتنا من بلدنا أي وطلعنا من بلدنا هيكي غبنا يعني ست سبع سنين من فترة رجع ندعى البيت لقيته يعني بالمرة رايح وهي شقفة أرض حد البيت يعني ما في عنا مخوّي مات أي شيء ولا حياة ولا ولا يعني ها شو بيقول لك على الأرض كل إياها هل ترى في مجال بذات الأرض لأن هي الأرض أنا بإسمي حتى يومتها جوزي بإسمي قال لي هي خليها بإسمك أنت يعني بزمتك صارت شقفة الأرض بتقولي لهن أنه أنا بدنا نبني مسجد وما بعرف شوية رحت يومتها على الأواء رفقتني اللي قال لي قالوا لي بالأواء هلأ ما في مجال عنا بناء جوامع وما في مجال بعبين بترجعي من كما صار اللي صار وهيكي لا ممكن أنه إذا كاني بيقدر بيعها واشتغل فيها شي شغلي بالبيت لأنه بيتنا يعني بالمرة ما في أي طيب يا معارف أبشري أبشري وصل السؤال ووصلت المعلومة تسمعين الجواب بعد قليل إن شاء الله شكرا شكرا مرحبا أختي أهلا وسهلا أم سفيان سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وش حالك يا شيخ بارك الله وفك يا شيخ مرحبا أختي الفاضل نظر معك يا شيخ من ريح وانتم ما إيه غاية الله ينورك وبرك الله فيك على البرنامج يا شيخ الله يحفظك بارك شيخ عندي البنت عندي بنتي يا شيخ ريها عند هالكيلة عندها فيها فيها الحجر عند الكيلة فيها الحجر ايه نعم ونأتها لها تصرب هاتك هي قولها بررا احنا أقول له vamos行 فمفيهاش لا الكل ما فيهاش ح frase حالال ايه حتى حالال عن القرعة ايه حتى حالال نأتها لها تشرب هذه الحاجة ومش algumas حتى حالال والله هي حتى تنحال في القرعة ما إيش فيها الألكل ولا فيها مقمارة ولا فيها الجهز السرعة للزرعة ماذا لا فيه القرعة في القارورة يعني هذه يسمونها البيرة هذه الموجودة في المتاجر وفي كلام نعم في القارورة نعم تقصدين هذه نعم طيب أبشر يا أم سفيان وما فيهاش وعندي الحياة يا شيخ عندي هذه اليامات كنت نصلي في نركع عما وقتين وقتين وهذه اليامات عندي الرقبة عندي من تفخها مع ظهري نصلي بالوقاف نصلي ووقفها عن الثنين نركع غير على نص ما نجمش نركع لتحت قيع يا شيخ ايه ايش هي دعم انا عليا يبالي راسك لي مش نصلي نشان بس حدر ديالي يحتم عليا يحتم عليا نصلي بالوقاف يعني انت تصلي نواقق طيب الركوع ما تستطيعين تركعين لا ولا عندي رقبة والدهر والسجود يا أم سفيان السجود نشد بالوقاف كل شيء بالوقاف ما نجمش نركع على التحت ما تستطيعين لا نستطيع نتنير الكرسي أبدا وتصلي على كرسي أكبر وحدة لا على الكرسي على الجنب الكرسي نصلي ونبدأ بنا نصلي بالوقاف لن نكون غاية بالوقاف بوقفة نركع بالوقاف نرفع السجود بالوقاف يلا أبشري يا مشغي ولنصلي على كرسي يا شيخ لا يخليك وضح لي إن شاء الله ما نشمط مع إنا ما نشمط مع إنا أبشري 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 بارك الله فيك يا شيخ أسمحنا الله يجادك أهلا وسهلا مرحبا أختي مرحبا هند يا هند السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا 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 مرحبا أختي أهلا 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 تفضل أختي أهلا السؤال الأول أهلا أنا زوجي كان فيه مشكلة وقال لي أنت صالق ذا نفس اللفظ يعني كنت في فترة نساس يعني تقريبا كنت والد اللي هي 25 يوم ولما حبي يرجع تصنع على فيه رقم تليفون مخصص للفتاوى الهيئة الفتاوى هنا بس الشخص اللي رض ما تنعشي بمشكلة هميأتوها قال خلص أنت كده بقي لك تلقطين بنفس النص كده يعني بدون حتى ما يعرف أي الموضوع أو أو أي تفاصيل وخلص أنت رجعت له وبقي لك تلقطين فورجع نوعه بس أنا من داخل يعني حسن أنه فيه شيء غلط يعني حسن أنه كان المفروض حديث هم الموضوع يعرف هو عليه هل عليه أي شيء هو الآن ما طلق إلا وحدة يا هند طلقه وحدة بس بس وحدة بس بلظف صريح وواضح يعني بلظف صريح وواضح طيب طبعا على الانترنت في فتاوى غيره مختلفا فترة فترة لا يقوز لا هو هند الله يرضى عليك الفتاوى الطلاق ما تؤخذ من الانترنت وما تؤخذ من من عوام الناس وما تؤخذ حتى من بعض طلبة العلم فتاوى الطلاق يعني لها وناس مختصين طبعا القضاة هذا مفروق منه هناك يعني وناس ليس كل مفتي يستطيع أن يفتي في الطلاق يعني حتى الآن بيه علماء أجلة وبع ذلك يعني يهربون من قضايا الطلاق فانتبهوا بارك الله فيكم لا تأخذون فتاوى الطلاق من الانترنت لأن فتاوى الطلاق كل قضية لها يعني خصوصيتها وطبيعتها الخاصة وأنا فأفصل إن شاء الله بعد قلي عطينا سؤالك الثاني السؤال الثاني بخصوص التعامل مع البنوك الإسلامية يعني من حيث أخذ القروض أو غيره بنسبة صيدة محددة ومعلومة مطبقة نوتك يعني مراتي تكون عالية السؤال أنا عليه شيء إذا أنا أنا كنت أخذ أوريبي واحد وأثبت فيه وما فيش ميل للتغريب يعني سؤال كده فيه أنا مش عارفة هنيوز حلال أو حرام إن شاء الله إن شاء الله السؤال الثالث السؤال الثالث أنا عندي ولدين يعني ولد لسه مولود حديثا من الأولاني أنا لما عملت العقيقة ما كنتش أعرف إنه عن الولد لازم اثنين لازم اثنين زبيحين يعني فواحدة بس فكده مفروض إن فيه واحدة باقية ولا أعيد الاثنين من الأول مع ابنه مع الولد الثاني إن شاء الله والسؤال الأخير معلش أنا أداوم في مكان يعني فيه يعني كتير من غير المسلمين ففي معظم الأحيان مثلا ما يكون عندي حد في البتعبان أو مشكلة يعني أحب أخذ طعام طعام يعني فهل ده يجوز حتى لغير المسلمين اللي معاي في الدوام أبشير يا هند شكرا شكرا مرحبا مرحبا طيب طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة الأخ عندي اليوم مجموع الأخة براشد بارك الله في يسأل يقول أنا يقول في الركعة الأولى جلشت ظننت بأن هذه الركعة الثانية لأتشهد يقول فانتبهت وقمت يقول قمت وأتيت بالركعة الثانية وكملت صلاتي يسأل يقول بالنسبة لي يعني مثل هذه الحالة ما الحكم أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله بالنسبة لي مثل هذه الحالة هذه تسمى حالة نسيان يقع فيها كثير من الناس والله جل وعليه يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى في الحديث الصيحي القدسي قال الله قد فعلت وأيضا صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأنت في مثل هذه الحالة عندك الآن مجموعة أمور لازم تلتزم فيها بمجرد تذكورك يا أخي أبا راشد لأنك الآن في الركعة الأولى يجب عليك أن تقول ما تكمل التحيات هذا واحد الشيء الثاني تكتفي بالتكبير الأولى ما في حاجة أنك تأتي بتكبيرة ثانية لأن التكبيرة الأولى هذه اللي كبرتها هي التكبيرة الانتقالية فلما انتبهت الآن وجيت تقوم إلا الركعة الثانية ما في حاجة أنك تكبر مرة ثانية الأمر الثالث ما يتعلق بسجود السهو نعم أصبح عندك الآن زيادة في الصلاة وهو جلوس و قول أيضا فإذا سلمت من الصلاة تسل سجيتين لسهو بارك الله فيك و رضي عنك أبو راشد يقول يعني ما هو ضابط التأويل بالنسبة لإمام المسجد يقول يعني يعني الناس تختلف وبعض الناس يأتي الآن بإمام يرتضون يخفف الصلاة و شيء من هذا القبيل أولا أخي الفاضل يجب على كل إمام من أئمة المساجد أن يتق الله جل وعلا في جماعة المسجد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث أئمة المساجد على التخفيف و قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض و ذا الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة لما ولاه الإمامة إمامة الصلاة قال واقتدي بأضعفهم بمعنى أن الإمام يتفحص وجوه المأمومين ينظر في أحوال المصلين فيشوف أضعف واحد يعني أكبر واحد في السن أكبر وأكثر واحد مرض مثلا فيحاول أن يصلي الصلاة التي تناسب هذا الرجل لا أنه ينظر إلى أقوى الرجال وأشداء الرجال يصلي بهم الذين يتحملون هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني ما يتعلق بالضابط وأحسنت على هذا السؤال للأسف الشديد الآن بعض الناس يأخذ يختطف النصوص اختطاف فلما يسمع التخفيف يعتقد بأن التخفيف هذه الهذرمة في القراءة وهذه السرعة في الحركات لا هذا غير صحيح التخفيف الذي يذكره العلماء أنه أقل شيء يسبح ثلاث تسبحات في الركوع وثلاث تسبحات في السجود لأن هذه مقدور عليها ما في أحد حتى المرضى وكبار السن يستطيعونها بالعكس بل أنا رأيت حقيقة كبار السن والله إنهم أكثر تعاهدا للصلاة ومحبة للتطوير من الشباب خاصة في هذا الوقت وأنا رأيت بأم عيني لماذا؟ لأنهم أليفوا الصلاة واشربوا محبة الصلاة وتعلقوا بالصلاة فتجدهم دائما ما شاء الله اللهم بالك حتى بعضهم يرفع الشباب من السجود وهم ما زال حاط الراس على الأرض طبعا نحن ما نقرر لكن محبة للركوع ومحبة للسجود ولذلك الضابط لقضية التطوير والتخفيف الضابط الذي يصنع عملية توازن إنه يجيب ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود والقيام كذلك يأتي بقراءة معتدلة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لي معاد لما قالوا أفتان أنت يا معاذ لأن معاذ قرأ في البقرة وصلى والناس عندها مزارع وعندها سقماء وعندها أعمال فقال اقرأ بالشمس وضحاها بسبح اسم ربك الأعلى هذه عملية التوازن أما إذا كان والله جماعة المسجد ما شاء الله كلهم شباب أقوية ناس طيئة يعني ما شاء الله في صحة وعافية وعافية طيب أن يعودهم على التطويل أمر آخر صراحة سامحوني في حالة تضجر عند كثير من المؤمومين الآن حقيقة ليس لها مبرر وليس لها مسور في قضية التطويل أنا شخصيا أصلي خلف إئمة في تقديري أنا في تقديري أنا وقراءتي للحالة التي عند الإمام إنه إمام من أفضل الإئمة من حيث الاعتدال لكن بعض الناس يقول لك يا أخي هذا يطول طيب كيف يطول كيف حكمت عليه أن يطول يطول لأنك أنت جاي فقط لتلقي هذا الثقل عن ظهرك أنت جاي حتى تقول والله أنا صليت هذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم الأئمة يجب احترامهم ومتقديرهم وإذا صار مثلا الإنسان عنده شيء ما يروح يقول والله يشغب عليه أو يشوش عليه أو والله يتكلم في عرضه أو كذا لا يقول له والله يا طويل العمر كذا يا فضيلة الشيخ كذا بهذه الطريقة بارك الله فيكم لأنه أصبح الآن في تشابك في اختلاط في انقلاب في الصور والرؤى أصبح بعض الناس الآن يريد الصلاة مثل ما يقول السباق مثل السباق الرتساب ومثل السباق الخيل الظهر والعصر والمغرب والعيشة ثلاث دقائق أربع دقائق ما يعقل ولذلك يا أخوان بارك الله فيكم يجب علينا أن أن نعظم هذه الشعير ومن يعظم شعائر الله فإنا من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه والصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الله الصلاة الآن اللي افتقد الناس كثير من التلذذ والخشوع سببها نحن نحن الذين نسهم بمثل هذا بما جنة أيدينا ولذلك الإنسان الذي فعلا يريد يخشع في الصلاة ويطمعن فيها هو الذي يعرف كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود يا أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك الضابط مع أناس ضعفة أنك تسبح ثلاث تسبحات في الركوع ثلاث تسبحات في السجود وتجعل الركوع والسجود مناسب للقيام أبو راشد يسأل عن علامة طلوع الشمس من مغربها يوم القيامة يقول يعني إذا طلعت متى وقت هذه الآية وأيضا هل هناك أعمال مثلا وحسنات وسيئات أخي الفاضل بارك الله فيك نعم بالنسبة لعلامة طلوع الشمس من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها وهي من آخر الآيات السماوية فالله جل وعلا بين بأن هناك علامات يعني في آخر الزمان ما يتعلق بطلوع من ضمنها طلوع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها بارك الله فيك انقطعت التوبة حتى لو كان في عمل وكان في كذا يقول جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بطلوع الشمس من مغربها والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وبالمناسبة هذه العلامة هي آخر العلامات لأن عندنا علامات الساعة العشر تنقسم إلى قسمين أرضية وسماوية أرضية وسماوية فطلوع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص انتهى لأن حتى القرآن يرفع من الصدور ومن الصطور يقوم الرجل يريد أن يتلوى القرآن فيجد بأن القرآن قد رفع يروح يفتح المصحف فيجد أن الورق أبيض خلاص الله عز وجل لأن الآن القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير المخلوق من الله بدى وإليه يعود ولذلك القرآن يرفع بعدما تطلع الشمس من مغربها نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحسن خواتيمنا هذا هو المعنى بارك الله فيك علي يسأل يقول ما هي أذكار النوم بارك الله فيك أذكار النوم كثيرة منها إذا جاء الإنسان عند النوم يقول باسمك ربي أحيا وأموت وأيضا من الدعاء يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ويقرأ آية الكرسي ويقرأ أيضا القواقل الثلاثة قل هو الله أحد هكذا يفتح يده يقول هذه يسمونه النفس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنا يمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه ويقرأها مرة ثانية وثالثة بنفس الطريقة ويقرأ قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات نفس الطريقة قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات نفس الطريقة ثم ينام وإذا حب أن يقرأ آخر خواتيم سورة البقرة فحسن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من الأخيرتين من سورة البقرة أو من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاه يعني في ليلة كفتاه هذا من أذكار النوم بارك الله فيك طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام وينام على جنبه الأيمن في بداية النوم ولكن إذا تقلب الإنسان معه لكن هذا هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام علي يسأل عن قراءة سورة الملك قراءة سورة الملك تقرأ في الليل بارك الله فيك يعني من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء أو قبل النوم والأمر فيها واسع لكن أفضل شيء قبل ما ينام الإنسان يقرأها لكن لو قرأها مثلا بعد العشاء قرأها قبل النوم بساعة قبل النوم بدقائق ما في شيء حتى لو قام فيها الليل يعني صلى مثلا للوتر وجاء صلى ركعتين وكذا قبل ما يوتر قرأ سورة الملك بهذه النية تجزئه لأن قراءة سورة الملك مما هو مرغب فيها ومن فضائلها بأن الله تعالى ينجي الإنسان في القبر علي يسأل عن وضع اليدين بالنسبة عند التكبير يقول وأيضا قضية الأصابع في الرفع وعند الركوع والسجود بارك الله فيك أولا بالنسبة للمصلي إذا جاء يصلي طبعا من السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا أن يضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا هذه السنة وأنت طبعا هذا سؤالك الثالث سؤالك الثالث بهذه الطريق أو هكذا يقبض اليد هكذا يقبض هكذا وكان النبي سلم أيضا ربما أحيانا يضع هكذا بحيث أنه يضغط بهذه الطريق وأحيانا هكذا بارك الله فيك وردت رواية بأنه هكذا يضعفون أهل العلم يضع هكذا والأصبعين على الساعد لكن الأصح الروايات الواردة في وضع اليدين بهذه الطريقة أو يضع هكذا بارك الله فيك أما حال التكبير فدائما الأصابع مضمومة وليست مفرجة مضمومة هكذا الله أكبر طبعا في خلاف والخلاف هذا محمود وسائر يعني ما يكون عليه ولاء وبراء وعداء ومحبة وبغض لا ما يجوز هذه لأن مسألة الخلاف فيها واسع بعض العلم يقول هكذا عند منكبيه يقول هكذا الله أكبر وبعض العلم يقول هكذا وبعض العلم يرفع عند الرأس هكذا وبعضهم يقول هكذا موجود أصح الأقوال في هذا بارك الله فيك هو أن يجعل أطراف أصابع يدي قريبة من شحمة الأذنين بهذه الطريقة يعني يقول الله أكبر لاحظ الجمع ظاهر الكثين عند المنكبين أو الكتفين بهذه الطريقة وأطراف أصابع اليدين بهذه الطريقة الله أكبر هكذا الله أكبر ولو أن شخصا قال الله أكبر هكذا ما في بأس هذا كله لأنه ورد فيها آثار وحاديث وأيضا هي فهم لكثير من أهل العلم بارك الله فيك يقول علي ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه أسأل الله تعالى أن يحسن خواتيما وخواتيمكم وجميع المسلمين هذا الحديث عظيم هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يوم القيامة يبعث على الحالة التي مات عليه فإن مات صائما بعث صائما إن مات حاجا بعث حاجا إن مات مصليا بعث مصليا إن مات مجاهدا بعثا ويعني دمه ريحه ريحه المسك اللون لو الدم والريح ريح المسك إن مات والعياذ بالله زانيا بعث زاني إن مات يعني على فجور أو شيء نسأل الله لا يبعث المرء على ما مات عليه وأيضا يقول النبي سلم إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فالرجل الذي وقصته الناقة كان محرم وطاح من الناقة ومات فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يكون دائما على خير لأنه ما يدري تعرفون بأن قضية الموت ما لها وقت يعلمه الإنسان أخفاها الله عز وجل عن الخلق ما يدري الإنسان كم الآن من صحيح معافى سليم اختطفته المنية واخترمه الموت وذهبت روحه النفيسة وفلته ولذلك الإنسان أنا يعجبني بعض الناس يقول لي حتى من العامة وما شاء الله من العوامل لي يقول أبدا ما أذكر أني طلعت من البيت إلا أنا متوضع قلت لي ليش؟ قال لي أني ما أدري نشوف جيراننا وأقاربنا وكذا يحصل حوادث يحصل كذا الله يسلمنا وإياكم جميع المسلمين لكن الحقيقة الواحد يكون على استعداد دائما إذا جيت تنام ما تدري الله عز وجل سمى النوم موت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيكون على وضوه مثل حال النبي عليه الصلاة وكان يتوضى وينام يتوضى ويصلي ركعتين يقرأ قرآن ينام على طاعة ما ينام على معصية بارك الله فيك هذا المعنى يا أخوي علي بوركت خالد يقول لي يسأل عن الفجر الصادق والفجر الكاذب أخي الفاضل بارك الله فيك نعم عندنا الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب أما الفجر الصادق فهو الذي يحرم على الصائم أن يأكل إذا دخل وعلامته أذان الفجر الذي تجف فيه الآن صلاة الفجر وأما الفجر الكاذب فهو قبل الفجر الصادق بوقت وبزمن يمكن تقريبا عشرين دقيقة ثمانطعشر دقيقة بل حدود هذه والنبي عليه الصلاة والصفة وصفة دقيق وأنا يا أخوي خالد رأيته بعيني وهو أنه يظهر نور مثل ذنب السرحان ذنب السرحان يعني الذئب نور فعلا يخرج شكل عمودي في السماء ثم ينتشر فالذي ينظر إليه يقول طلع الفجر ثم يختفي ويعقبه ظلم شديدة شديدة لأنه ما زال الليل موجود ما زال الليل طبعا الآن أغلب الناس في المدن أنوار ما يشاهدون هذا الشيء اللي شاهد اللي في البر أو في البحر بشرط ما يكون هناك يعني أضواء أو أنوار أو شيء من هذا القبيل هذه سمى الفجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن بلال فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم كان للنبي عليه الصلاة والسلام لي صلاة الفجر مؤذنان بلال يؤذن في أول الوقت حتى يستيقظ النائم واللي عنده نية سحور يقوم يتسحر واللي كذا يريد قيام الليل يقوم فإذا دخل الفجر الصادق قام عبد الله بن أمي مكتوم وهو رجل أعمى يقول له الناس أصبحت أصبحت يعني دخل وقت الفجر فيقوم فيؤذن خالد يسأل يقول هل يوجد هناك أدعية تقال على كل عضو من أعضاء الوضوء حينما يتوضى الإنسان أخي الفاضل الجواب لا لا يوجد شيء من هذا القبيل الذي ذكرته وهو أدعية على كل عضو من الأعضاء التي يتوضأ عليها الإنسان لماذا؟ لأن هذه عبادات هذه عبادات ولذلك العبادات مبنىها على التوقف والمنع والبطلان حتى يرد الدليل من القرآن أو السنة لابد الآن دواوين السنة كلها ما بينت شيء من هذا القبيل وإنما بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الوضوء كان يقول ثلاثة أذكار وأدعية فقط احفظوها هذه بارك الله فيكم الأول قبل الوضوء يعني في بداية الوضوء يقول بسم الله هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأول الباقيات كلها بعد الوضوء الدعاء الأول يقول أشهد طبعا بعد ما ينتهي من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسول هذا عنده مسلم زاد الترمذي في زيادة محل كلامه وبحثه فيها كلام طويل لأهل العلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الدعاء الدعاء الثاني عند النساء بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طبعا الحديث في طول أيضا لكن أختصره كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك فكان يقول هذا أحيانا بعد الانتهاء من الوضوء لاحظتم كيف يعني قول بسم الله في أول الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعل المتطهرين بعد الوضوء أو يقول الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمده إلى آخر فكل دعاء غير هذه الثلاثة غير صحيح وهي من البدع فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم خالد يسأل عن كتاب الحصن الحصيم بالنسبة لأدعي أخي الفاضل أنا ليس لي حقيقة طلاع أنا قرأته قديم وما يحضرني الآن جواب حقيقة فيه لأن الحديث التي في قضية الأذكار مهم جدا لأن دخلها أحاديث مكذوبة وموضوعة وأحاديث ضعيفة للأسف الشديد فهذا الكتاب ما عندي فكرة عنه لكن إن شاء الله إن سنح الوقت في المستقبل بإذن الله أطلع عليه وأفيدك سواء هنا أو تحت الهوى يا خالد بارك الله فيك خالد يقول بأنه سألني في السابق عن المحرم المؤقت يقول هل هناك محرم مؤقت أخوي الفاضل لا لا ما في محرم مؤقت هذا حقيقة من الأشياء من الغرائب التي يذكرها بعض الفقهة وللأسف وهي من الأمور الشاذة والمنكرة والتي لا يجوز حكايتها إلا على سبيل التحذير والتنبيه والإنكار يقول مثلا ذكروا وهذا تناقل له كثير من العامة امرأة تريد الحج وما عندها زوج قالوا يعقد عليها رجل عقد عقد عتى تذهب معه للحج وإذا عاد اطلقها يسمون هذا المحرم المؤقت وهذا حرام ولا يجوز وهذا لعب بالأعراض هذا لعب بالأعراض والمرأة ليست بحاجة إلى أن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الواطي حتى إنها تروح تحج لأن طاعة الله ما تنال بمعصية ما يمكن أبدا أن الواحد يروح ليطيع الله ليعبد الله بوسيلة محرمة ما يمكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيله والمرأة التي لا تجد المحرم الله عفى عنها يا إلهي أنا من حقيقة أسمع أحيانا يقول هذا تشدد وين التشدد هذا تساهل هذا تيسير ولله الحمد الآن بربكم أسألكم الآن المرأة التي الآن الله عفى عنها وقال لها ما ترحين للحج يعني معنى معنى الكلام ما تذهبين إلى الحج ما دام أنك ما تجد المحرم الحج سماها الرسول جهاد الرسول السلام سمى الحج جهاد قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة مشق الحج الحج اللي يجرب الحج وراه الحج يعرف الحج فالله عفى عنك ما في حاجة أنك تقولين تبحثين ترفين ودورين بمثل هذه الطريق الله عفى عنك كأنك حججتي والله يبلغك النية وكأنك اعتمرتي والله يبلغك النية هذا هو التيسير هذا ليس تشديد هذا هو التيسير بعينه هذه السماحة بعينه التي جاءت بها شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيا أخي الفاضل بارك الله ليس عندنا شيء اسمه محرم مؤقت لا في مسائل الحج ولا العمرة ولا السفار ولا أي شيء من هذا القبيل أبو خارد بارك الله يقول أنا أدركت الإمام في التشهد الأخير يقول ماذا أفعل أصمت أم أقرأ التشهد لا تقرأ التشهد يا أخي الفاضل الآن من أدرك الإمام في السجود أو التشهد من السنة أنه يستد معه ويتشهد معه وهي له سنة لكن ما تحسب من أركان الصلاة يعني ما كأنك أدركت الصلاة خلاص مدام جيت في التشهد الأخير لكن الصلاة يا أخي أبو خالد ما فيها صمت الصلاة ما فيها سكوت لما تلحق الإمام وتدركه في التشهد الأخير تجلس وتجيب التشهد فإنه لك سنة ثم تجيب الصلاة كاملة لأنك الآن جيت أن في التشهد الأخير إذن تجيب الركعات كاملة أبو خالد يقول أنا لما أذهب إلى المسجد لا للصلاة وإنما لمحاضرة أو درس هل يلزم الوضوء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك أولا من دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومعلوم بأن صلاة ركعتين يسبقهما ماذا يا أبا خالد؟ الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فلما أنت تذهب للمسجد لأجل سماع محاضرة أو درس مثلا بالمجزوم أنك ستجلس وإذا جلست ما يصرح لا بد تصلي ركعتين لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نقول الجواب نعم تتوضأ وتذهب إلى المسجد أبو خالد يقول هل يجوز أن يصلي خلف الإمام جالسا لسبب ولعذر؟ نعم يجوز لك أن تصلي خلف الإمام جالسا لعذر أو لسبب مثل ما ذكرت تقول رجلك تعورك وكذا ما فيها شيء ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع مثل ركوع أو السجود ما فيه شيء لو جلس خلف الإمام ما لا علاقة يعني ارتباطه بالإمام بمثل هذه الطريقة كون الإمام قادر على القيام وأنا غير قادر لازم أني أقوم ما يصلح لا تصلي جالس والحمد لله ولك الأجر والثواب أم عارف من الشارقة ذكرت يعني أرض لهم في سوريا تقول بأن زوجها جعلها وقف وسجلها باسمها على أن وقف لي بناء مسجد تقول يعني جاءت الفتنة والحرب والبلاء تقول الآن دمر بيتنا وكذا تقول هل لي أن أستخدم أستخدم هذه الأرض أبيعها وكذا حتى أني أرجع شيء من هذا الذي ذهب من بيتي أو شيء من هذا القبيل أم عارف بارك الله فيك وأسأل الله تعالى تقبل منك ومن زوجك عندنا شيء اسمه الوقف وزوجك هذا أوقف زوجك هذا بارك الله فيه أو رحمه إذا كان ميتا والله يحفظ إذا كان حي أنا ما سألتك عنه على العموم إذا كان الأرض هذه أوقفها مسجد ونطق بهذا نطق بهذا وقال هذه أرض يبنى عليها جامع هذا أصبحت هذه الأرض ملك لله لا ملك لكم ولا ملك لأي مخلوق خرجت من ملككم إلى ملك الله يحرم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف إلا إذا كانت يعني مثلا تعطلت منافعها بحيث أن المنطقة هذه كلها هجرات ومسحت في الأرض أو مثلا حصل ضرن ما يمكن ما تصلح لإقامة جامع تباع وتنقل إلى جامع آخر إن كان لها قيمة إن كان لها قيمة الآن من سؤالك فيما يظهر لي بأن المنطقة موجودة وأنك ممكن تبيعين الأرض الجواب لا ما يجوز يا أختي أم عارف بارك الله فيك حرام ولا يجوز هذه الأرض هذه الملك لله ما تتصرفين فيها بأي نوع من أنواع التصرف لماذا لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تحبيس الأصل بحيث أن يكون محبس على الدوام لله عز وجل والمنفعة حسب ما اشترطها زوجك مدام أنه قال جامع إذن جامع وبعض الناس يوقف شيء يجعل الفقراء والأيتام والمساكين بارك الله فيك وعوضك الله خيرا وعلمي يا أم عارف بارك الله فيك أن الله عز وجل خزائنه ملأ وأن نيتك الطيبة أنت وزوجك وحرصكم على الصدق الجارية وهذا سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسبين أم سفيان من الجزائر تقول عندها يعني بنت عاني من حصى الكلا تقول في بيرة موجودة في المتاجر ممكن تشرب منها أخت الفاضل بارك الله فيك أولا يعني البيرة على نوعين بيرة من جنس الخمر وبيرة أطلق الناس عليها اسم بيرة تجوزا وإلا هي ليست بيرة لكن لكونها مصنوعة من يعني ماء الشعير أو كذا ولم تخمر أطلق الناس عليها يعني بيرة وهي ليست بيرة في واقع الأمر لأنها غير مسكرة غير مسكرة ومع ذلك الاحتياط تركها والابتعاد عنها والنفرة منها هذا الأفضل ما دام أن فيها كذا حتى يعني إذا وجدت فيها نسبة من الكحول فالابتعاد عنها أولى خاصة وأن هذه البيرة ليست هي العلاج الوحيد لحص الكلا يمكن أنا الآن أعطيك بعض النصائح الطبية في هذا كثرة الماء شرب الماء سبب من أسباب يعني غسيل الكلا وتنظيفه البقدونس الآن يثنون عليه ويبينون بأن له فوائد كثيرة وكثير من جربه استفاد من البقدونس أنت ممكن تطبخين لها الشعير ماء الشعير هذا تطبخينه أنت عندك وتشربه هذا شيء طيب في أشياء كثيرة حتى في الصيدليات الآن أدوية فيها إدرار وفيها كذا هذا مفيد يا أخت الفاضل فالحمد لله يعني القضية مش متوقفة على مسألة البيرة بارك الله فيك يا أم سفيان أم سفيان تقول بأن عندها مشاكل في الركبة وتصلي قائمة تقول ما الحكم أخت الفاضل بارك الله فيك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فأنت ما دام عندك القدرة على القيام وما عندك القدرة على الركوع والسجود ما يسقط عنك القيام أنت تقول لي قبل قليل بأن قادر على القيام إذن ممتاز عندنا الخطوة الأولى تصلينا قائمة تقرأين الفاتحة ثم إذا جاء الركوع تركعين هكذا الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب هذه إيماء في الركوع سمع الله لمن حميده إذا جاء السجود يا أم سفيان تجلسين على الكرسي لأن الركوع تبع القيام ولأن السجود تبع الجلوس فأنت إذا جئت للسجود تجلسين على الكرسي إن كنت مستطيع وقادر على الجلوس تجلسين على الكرسي ثم تومين إيماء تقول الله أكبر تنوين بهذه السجدة الأولى سبحان رب العظيم ثم تقول الله أكبر بهذا واتكملين رضي الله عنك هند من رأس الخيمة تقول بين يعني عند صارت مشكلة بينها وبين زوجها في طلاق طلقها طلقة واحدة تقول استفتيت وكنت طبعا طلاق حصل في النفاس تقول أفتوني بأنها طلقة وباقي طلقتين أخت هند بارك الله فيك يمكن أنت من المتابعين للبرنامج وتعرفين بأني أنا ما أفتي في قضايا الطلاق هذه عند المحكمة لكن هذا ما يمنع أني أبين جمهور الفقهة على أن الطلاق يقع في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسا فيه جمهور الفقهة بعض الفقهة يذهبون بعض الفقهة يقولون بأن الطلاق البدعي ما يقع طي ما هو الطلاق البدعي قال من طلق مرآته في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه قالوا هذا طلاق بدعي لا يقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا قول لبعض الفقهاء ولذلك أختي الفاضل ما دام المسألة فيها سعة وطلق واحدة تنتبه مستقبلا لا تغذبين زوجك توصين زوجك بأنه يتق الله ويمسك لسانه ما دام أنه راغب فيك وليس عنده الرغبة في قضية الفراق يعني تحاولين قدر المستطاع بارك الله فيك أن تلملمي وضعك مع زوجك خلاص طيب أخت هند أعتذر منك باقي لك ثلاث أسئلة وغدا عندنا برنامج ما نستقبل فيه الأسئلة أعتذر منكم لكن إن شاء الله موعدك يوم الأحد أجيبك على بقية الأسئلة بارك الله فيك الثلاثة شكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده غدا لي موعد معكم ولقاء موضوع أرجو الله عز وجل أن يكون نافع ومفيد إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون